زي أي نهر في العالم فالمتحكم هنا كمية الأمراض إذا حصل تغير في كمية الأمطار يا إما جفاف يا إما فيضان حتى اللي حدث في ديرنا ديرنا دي عبارة عن ودي جاف يعني كان نهر الزمان في عصر بيسمول بلاي ستسين 30-40 ألف سنة كان فيه أمطار دايما عمل زي أنهار قديمة أو ديها جافة ديرنا لولا إن السكان عاشوا في مكان مجرى السيل ما كانش حصل كارسي لا والسدود كمان انهارت ما هي الأضياء في أفننم ديرنا في مخار سيل المطر نزل العصفة المطرية المطر شديد جداً 200 ملي نزله في ساعة أو أكتر شوية ده رقم كبير كبير جداً بمسميه لايشدة مطر مطر شديد أو كسيف المطر كسافة المطر لما بينزل القدر من المطر في وقت الليل بيكون مضر أكتر من أنه نافع لأنها الدي كمثال في منطقة الشرق ليبيا شرق شرق ليبيا اللي حصل فيها مشكلة بينزل في المتوسط 700 ملي متر مطر سنويا في باريس بينزل ده بس باريس بينزله في 150 يوم في ليبيا بينزله في 3-4 أو 5 تيام بعد يوم أكتر ضرران اللي في 3-4 تيام لأنه بينزل شديد لما بينزل على الجبل ولا أكتر الجبل اللي موجود فيه في شمال شرق ليبيا أحجار جرية سهل جدا النيارها وتشققها بالأمطار فبتنزل في مخارات السيول في الأودية الجفة الناس سابوا فوق ونزلوا وعاشوا في الأودية عشان تربطها الخصمة ويزعوا وحطوا وعملوا بيوتهم ومعرفش إيه واستقار الوضع تماما إلي بيخلي السيول أما الكارثة بتيجي ساتي بتبقى مضعفة ليه؟ ده مجرى المية لو أنت بعدتوا عنه ما خلاص ورايح للبحر ما في مش مشكلة ولا حاجة طبيعة بتقول كده إنما أنا عايش في المكان نفسه فجرف كل البيوت والخسار اللي ساتك ذكرت فيها دي حصلت والحمد لله إلي بيخلي السدود تنهار يا دكتور عبد المية ضغط المية المية ضغطة جديد جدا يعني أنت عند حضرتك لا أقصد أصلي بالمنطق لو أنا فهمها بالمنطق اللي حضرتك بتقوله فبالتالي أي تغيرات شديدة غير طبيعة أي بلد ممكن ينهار فيها أي سد السد بتحكم فيه إيه؟ شدة الانحضار اللي جاي منها المطر المطر هنا فالانحضار شديد تمام فضغط الماء بيبقى شديد السد أصلا معمول من الطين والركام مش سد ما السد بقارف سد العالة والسدود الرقمية الخرصانية الشديدة السد كان ضاير أه لحماية مدينة دارنا وفيه سدين الحقيقة نعم السد الأول لما نهار نزل بحاله بركامه بحبيرته على السد التاني كان من السهل جدا تدميره علشان كده كانت الفجعة أو اللي حصل في دارنا كان شيء صعب على السكان تعريبا حوالي 5% معادل السكان فقدوا موجودين وتشرد الأهالي والحقيقة مصر لن تترك ليبيا قط الحقيقة فخمت الرئيس أمر المساعدات على كافة المستويات الحقيقة